استراتيجية السعودية هي ثابتة وراسخة منذ زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى أندونيسيا وإلى الصين واليابان وماليزيا هناك مشاريع كبيرة جدا لأرامكو في أنشطة المصاب في الدخول في التكرير وصناعة البيتراكمنيات والمصافي وهي سياسة ممتازة جدا لأنها تزيد من هامش الربح بدل تصدير النفط الخام معظم النفط الخام السعودي في العناوين الكبرى أن الصادرات ذهبت إلى الصين كذا ولكن ذهبت إلى مشاريع شراكة في كوريا الجنوبية وفي أندونيسيا وفي أماكن أخرى السعودية الآن تملك طاقة تكرير تصل إلى 5 ملايين داخليا وفي شراكات مثلا في الولايات المتحدة وفي الدول الآسيوية وهي تسعى لتكرير 10 ملايين برميل يوميا أي ما يعادل جميع إنتاج السعودية وأكثر من صادراتها بكثير يعني ربما المشاريع التي دخلت فيها أرامكو في الخارج ستستهلك حتى نفط من خارج النفط السعودي لأن طاقتها قد تزيد على كل ما تصدره السعودية أما بشأن الرسوم فكما قلنا من المستبعد أن تجد طريقها إلى أرض الواقع ولكن إذا وجدت طريقها إلى الواقع فتؤثر بخارطة واسعة من التداخلات يعني كل أسعار الحديد والصلب والبتروكيميوات التي ستفرض عليها رسوم ستحل محلها صادرات أقل تكلفة من تلك المنتجات بعد وضع الرسوم عليها ففعلا الصادرات السعودية من البتروكيميوات ممكن أن تستفيد في السوق الصينية وفي الأسواق الآسيوية إذا فرضت هذه الرسوم لكني أستبعد أن تفرض هذه الرسوم حتى لو فرضت لفوق قصير فإنها سترفع